انشاء وكالة تتكفل بالعقار السياحي ومرافقة المشاريع الاستثمارية السياحية بمثابة شباك واحد مشترك مشروع سيرى النور بعدما درسته الحكومة في اجتماعها فترقية الاستثمارات السياحية والقضاء على البيروقراطية مهام ستطلع بها الوكالة التي ستحاول حسب خبراء اعطاء الفرصة لمن يعطي القيمة المضافة للقطاع التوجه نحو انشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي هو من اجل مساعدة المستثمرين في القطاع السياحي والذين كانوا يواجهون مشكل في الحصول على العقار السياحي على المستوى الولاي وبالتالي التوجه نحو مركزية منح القرار الاستفادة من العقار السياحي هو لخدمة المستثمرين في هذا القطاع تقاعس المستثمرين للمستفدين في وقت مضى من عقارات سياحية دون تجسيد مشاريع تنموية على ارض الواقع مسألة ينتظر من الوكالة الفصل فيها حتى نظم النجاح الوكالة الوطنية للعقار السياحي يجب ان تبدأ هذه الوكالة مباشرة في استرجاع العقار السياحي الممنوح وغير المستغل بعد وان تعتمد في عملها على الرقمنا حتى نتقدم خطوة نحو الامام كما يجب ان تربط مباشرة في المستقبل باللجنة الوزارية المتعددة القطاعات التي سيتم انشاؤها في قانون الاستثمار المقبل والتي تعنى بملح الموافقة او الرفض على مختلف مشاريع الاستثمار بما فيها القطاع السياحي وبهذا ستكون الوكالة خطوة نوعية في قطاع ينتظر منه تقديم قيمة مضافة ومداخيل اضافية للاقتصاد الوطنية بعد ركود دامة لسنوات طوال ترجمة نانسي قنقر